باسم يوسف باسم يوسف اللي دايماً كلنا مترقبين ايه هو عمله اللي جاي وناس كتيرة جداً مفتقدة من أول برنامج البرنامج اللي كان بيتزاع على MBC مصر وON TV في 2011 وكان على الشاشة لمدة موسمين أو Two Seasons ومن ساعتها وباسم يوسف بنشوفه بس تقريباً على السوشال ميديا ناس كتيرة كان بنسبة لها برنامج البرنامج ده يعني حاجة بيستنوها وبيستنوا لحلقاته بيستنوا يشوفوا هيقول ايه حاجة مسيرة للجدل وهيكلم في ايه نهاردة هيديق الناس وايه الحاجة اللي هيقولها هتضحك الناس وكان دايماً بيعمل زي سكيتشات بجد يعني فيها شوية سخرية وكوميدي هو مشهور قوي باسم يوسف بان هو بيجمع ما بين السياسة والكوميديا ايه هو كان برنامج كوميدي ساخر بحت بالضبط برنامج كوميدي ساخر بحت وكان بيطلع يتكلم فيه في طوبيكس كتير قوي سياسية شائكة بزي التويست كوميدي وطبعاً زي ما انتم عارفين زي ما قلت لكم الشو ده ابتدى في 2011 وانتهى في 2012 وكان موجود على ام بي سي مصر وعلى اون تي في لمدة الموسمين ودلوقتي اتفاجئنا بانه باسم يوسف راجع تاني للشاشة نزل برومو كأنه بيهنت على اجدد اعماله وانه هو هيعمل شو جديد برضو بنفس النمط ده او بنفس الستايل ده انه هو برضو هيعمل زي شو كوميدي ساخر وهيكلم برضو في السياسة وعايز اقولك انه ناس كتيرة قرنوا ما بينه وما بين البريطاني بيرس مورجن اللي هو طلع قبل كده عمل معه حوار عن فلسطين لانه الشو بتاع باسم هيبقى اسمه unscripted والشو بتاع بيرس مورجن اسمه uncensored فهو ناس كتيرة قاعدة يقولوا انه الاسمي فيها تشابه كبير قوي طبعا لسه ما اعلنش تحديدا الشو هيكون امتى او هيتم ازعته امتى بس طبعا احنا هنكون معاكم بكل الابديت وكل اللي احنا نعرفه حد الوقتي انه هنكون بلند ما بين الكوميدي والسياسة زي ما قلتلكو زي الشو القديم بس I wonder لو هو المرة دي هيكون censored اكتر حاسة مبدئيا خلينا ان احنا نقول ان بجد الناس في فترة الثورة وفي الفترة بتاعية 2012-2011 الناس كانت بتحب قوي البرنامج بتاع باسميوصفية اما كانت بتحبه قوي قوي وما كان بتكرهه قوي بتكرهه جدا والاختلاف في القراء ده هو اللي كان عامل جو كده ان على طول فيه ناس بتتكلم على طول فيه ناس بتهاجم على طول فيه ناس بتدافع فكان على طول فيه حاجة الناس بتتكلم عنها لما البرنامج ده اتوقف ودلوقتي يجي باسم في 2024 قال ان احنا هنعمل برنامج تاني ناس كتير قوي كانت بتدعمه كانت شايفة انه برافو وعاش وهي دي الطريقة اللي احنا موفوضة ان احنا نوصل على طول صوتنا للناس وان احنا ندعم القضية الفلسطينية وان احنا نعمل وان احنا نسوي ناس كتير قوي كانت توقفه في ظهره بصراحة بتدعمه وبتشجعه جميل جدا على الخطوة دي بس ناس تانية كتير تحسيها كانت متعقدة من برنامج برنامج بالذات ان البرنامج القديم بتاع باسم يوسف خلص على يعني خلص بطريقة مش كويسة خلص بمشاكل كبيرة جدا حصلت له وخلص باستعراض برضو اثار جدل ودجة جمدة جدا بسبب ان هو كان بيتري او بيصخر او بيقول اللي بيعرض المشكلة اللي حصلت في رابعة بطريقة مضحكة او بسكتش كوميدي او باغنية فالناس كانت شايفة ان الموضوع ده جد جدا مش المفروض ابدا انه ان هو يتخذ يعني بمحمل الضحك او الهزار لما حد يطلع يتكلم فيه يتكلم بجد بس انا عايزة قبل ما نكمل كنافة الموضوع اشكر جبروت جبروت بيقولنا ان هو رفع لنا اللايف وفعلا في فترة اللايف كان وصل لعدد فيوز كتير قوي مش عاملت عملت ايه يا جبروت بصراحة بس مرسي يعني ممكن يكون حظ برضو مش عارف بس يا جبروت ارفع اللايف تاني عشان اللايف بينزل انا كنت عايزة اقولك انه باسم يوسف برضو في البرومو بتاعه والشو الجديد ده الفلتيزر بين ان هو اللوكيشن اللي هيكون الشو فيه ابو ضابي انا مش عارفة بقى هل في الامارات هيددوله نفس الحرية في اكسبريشن اف عراءه الشائكة ما ظنش ان هو كيفه ابو ضابي اظن ان اللقطة دي كانت ان هو بيجيب حتة ان هو سافر بلاد كتير جدا فهي بلد ورا بلد ورا بلد ورا بلد بس في الاخر جات ابو ضابي فهي وقفت كده انا شايفة بصراحة ان هو وارد جدا انه يكون البرودو في الخليج وارد جدا لانه دلوقتي بقى فيه اعمال كتيرة قوي 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 في الخليج وتحدد في السعودية بتدعم الفنانين المصريين دلوقتي فيه موفمت كبيرة قوي في السعودية انه هما يعملوا فاندنج للتالنت المصري بس فممكن وارد جدا يكون حاجة في الخليج وطبعا انا بحس انه باسم يوسف هو موهبة كبيرة جدا يعني هو بعيد عن ان هو بيثير الجدل او الناس بتتطفق او تختلف هو موهوب بشكل رهيب يا جماعة الراجل ده كان دكتور يعني كان جراح قلب فجأة ساب كل حاجة رمى كل ده ورى ظهره مع انه كان ناجح جدا وشاطر ومتفوق في اللي هو بيعمله علشان يجري ورى حلمه وحتى في اللقطة اللي احنا جاي بنهلكه في الاسات عندنا تحت فيه لقطة من برنامج البرنامج اللي كان من اكتر من عشر حداشر اتناشر سنة هو بيقول ان انا سبت كل حاجة علشان احلمي في برضو سكتش كوميدي ساخر يعني برضو بيساف على نفسه بس مش مشكلة كان مبسوط جدا كيرو بيقول لنا ان هو ممكن يكون هيصور في امريكا وبيهزر كيرو بيهزر بيقول ممكن قلبه تكسر فساب الشغلانة عشان هو جرح قلبه كده يعني فف بيه لا تعليق جبروت انا عايز اعرف انت بتعمل ايه بصراحة علشان الحمدل دلوقتي لايف جايبت وخمسين فعلا مش عارفة هو بيعمل ايه علمني لو سمحت اسمع لمسامة حد برضو بيقول لنا ان هو كوميدي من نوع فريد وهو فعلا كوميدي من نوع فريد ومحتاج جراءة كبيرة جدا ومحتاج سرعة بديهية كبيرة جدا ان هو يقدر ان هو يتاجل برضو في اوقات مش كل حاجة بتكون سكريبتد وعلى رأيي برضو اسم البرنامج اصلا انسكريبتد يعني مفيش سكريبت هو ماشي وراه هو بيطلع يقول كده اي واندو لو ايعمل كده فعلا المراد يعني لو الشوف هلنه هيكون اسم على مسمى من غير سكريبت من غير اي حاجة وهيطلع يقول اراءه كده بحث انت عارفة فيه برضو لقطة عجبتني قوي قوي من البرومو اللي هو نزله ده هو كان برومو قصير بس هقول لكم لقطة وقولوا رأيكم فيها اي كان بيتكلم عن بابا عن والده وكان بيقول ان انا ابويه عامل زي الهوى مش بتشوفه او مش بتمسكه او كده بس مقدرش تعيش من غيره اوكي انددهي الابوريت عن ليه بيقول كده ان كان بيقول ان هو كان برومو قصير يعني فما فيش مجال ان هو يالابوريت قوي بس كان بيقول انه يعني ابوه بيدعمه جميل جدا وان هو مقدرش كان يعيش من غير ابوه وابو توفه طبعا فكان بيحكياني ان دي كانت فترة صعبة جدا بيقول شغلوني معيكم تعالى كل يوم